كيف سنقوم بسد هذا الأخدود بين الجبلين؟ إن ارتفاعهما شاهق للغاية إنها مهمة شاقة وصعبة إلا أن حلها يكمن في داخلها كيف يا مولاي؟ وأي حل؟ انظر يا أزاد إلى لون هذه الجبل إنها شديدة السواد وتختلف عما حولها من الجبال إن هذه الجبال مليئة بخام الحديد مرهم أن يقطعوا الكثير من أحجار هذه الجبال ويحضرونها إلى ما بين الجبلين ماذا يجول بخاطر مولاي؟ سترى أزاد وتدب الحياة بين أرجاء الوادي ها هنا أمة نهضت من يأسها وخوفها وها هم أهل الوادي يشاركون في تغيير وضعهم وتبديله من حال إلى حال بقوة سواعدهم ونشاطهم وبما في هذا الوادي من موارد وخيرات ومن خلفهم ومن خلفهم يقف ذو القرنين يعلم ويوجه ويكشف لهم أسرار صنعة لم يعرفوها من قبل فقد أمرهم بتجميع ما تحفل به أرضهم من حجارة الحديد الخام لتكون أساساً للسد الذي سيغلق مدخل الوادي كان ذو القرنين يدرك أن رجاله وحدهم قادرون على أن يغلقوا مدخل هذا الوادي بسد هائل لم يسمع أحد بمثله من قبل ولكنه أراد لأهل هذا الوادي أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وبأنهم قادرون على حماية أنفسهم أزاد مرهم أن يضعوا أسفل الحجارة أخشاباً مبللة بالزيت ويشعلوا فيها النار ولكن يا مولاي إن النار سرعان ما ستخبو وتنطفئ أزيدوا من الأخشاب واحرصوا على أن تجعلوا النار دوماً متأججة كاد أن يكتمل بناء السد يا سيدي وسد ما بين الجبلين ليس بعد يا أزاد علينا أن نجعله أكثر صلابة ولكن كيف؟ كيف يا مولاي؟ مرهم بتجميع كميات كبيرة من النحاس المذام ويأتوا بها إلى موقع السد أمر مولاي مطاع وتصل الأنباء إلى أهل الوادي باكتمال بناء السد فيعم الفرح جموعهم ويتجمعون لرؤية السد ويسارعون إلى ذي القرنين يشكرون حسن صنيعه لهم وقف ذو القرنين ينظر إلى هذا السد العظيم لم تسكره نشوة القوة والعلم لم يقل أوتيته على علم عندي وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا نحن مدينون لك بحياتنا أيها الملك العظيم فلقد صنعت لنا فوق ما كنا نحلم به هذا رحمة من ربي إن الذي أمر ببناء هذا السد هو الله وإن من حال بينكم وبين يأجوج ومأجوج هو الله وإن الذي سيأذن لهم بالخروج هو الله وحتماً سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكاً ويسويه بالأرض كما سيسوي الجبال كلها بالأرض أيها الملك لقد أخفتنا بعد أن كدنا نطمئن على حياتنا اطمئن وانعموا بالأمن والسلام بما شئت الله ولكن ميقات الله سيأتي حتماً علينا الآن أن نرحل من هنا بعد أن أتممنا ما كلفنا به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأتت جحافل يأجوج ومأجوج بن بعين لتكرار غاراتهم على أهل الوادي ولكن المشهد يصدمهم ويروعهم فقد أذهلهم منظر السد الذي أغلق الطريق أمامهم فحاولوا تسلقه ولما فشلوا أعملوا فؤوسهم وآلاتهم محاولين إحداث ثغرة بالسد ينفذون منها ولكن دون جدوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر